صباح الخير كيف كون شو الأخبار يا رب تكونوا بخير كيف كون مع البردات الآن بالنسبة للسيدات اللي بدون يخضعوا العمل الجراحي في ملاحظتين الأولى بالنسبة لفايروس كورونا تمام أخطوا اللقاح أو لا والتاني الخاصة باللي عندهم بريود لهيك عم نقول الشق الأول من السؤال ينطبق طبعا للرجال والنساء إذا لوكل أنيسيزيا تخدير موضعي أوكي فما في مشكلة أما إذا كانت العملية هي تحت التخدير العام فيفضل أن تكون تاخدوا اللقاح قبل بشهر أو بعد بشهر من العمل الجراحي بالنسبة للشق الثاني المتعلق بأنه إذا كانت واحدة تجيها لبريود الدورة فبالمجمل لازم ننتبه لكم نقطة خلال الدورة الشهرية عتبة الألم يعني بصير الشخص أو الشخصة يعني بتنوجه كتير فإذا هي أحد الأسباب بتزيد الوزمة عند الشخصة بتزيد الوزمة عند الأنسة أو السيدة وبيزيد الألم إلنا وبيزيد احتمالية تشكل الخسرات هلأ بالعمليات الجراحية اللي هي بتصير على الحور مثل شفت البطن شد البطن شفت الدهون من الظهر شفت البطن شد البطن شفت الدهون من الظهر شد الظهر والعمليات بالطرف الثاني حتى الحقن الدهون بالبطن شد الفخدين وعادة بالمجمل شد الفخدين وشفت الدهون من الفخدين هلأ بالنسبة للساقفة بيكون بشكل أقل احتمال انه ينطلب شفت الدهون من الساقين هلأ بالمجمل العمليات الجراحية اللي هي شفت وشد عادة من منطقة الحوض هي مصرف للسوائل أو اللامف والدم من الطرف العلوي أو القسم العلوي من الجسم والقسم السفلي من الجسم القسم السفلي من الجسم يعني الساقين والقسم العلوي هو الجزء الصدر والبطن هلأ بشكل أو بآخر شفت الدهون من الصدر سوري عن جاين كوماستيا عند استسدي يعني عند الرجال فالكمية عادة بتكون قليلة فعادة بالمجمل بالنسبة لامكانية التشكل الخزارة هي أقل ولكن في بعض عمليات شفت الدهون وبعض عمليات شد البطن في احتمالية لشغلتين تشكل خسرات تمام خسرات دموية طبعا وتشكل صمات إما دموية أو تشكل صمات شحمية فعادة بالمجمل السيدة اللي بدا تخضع على عمل جراحي وبدأ تجي البريود إلنا مشان نخفف مشان نكون الألم مو أكتر ومشان الوزمة لأنه بعد الشفت بتصير كذا شغلة من هالألم الأديمة الكدمات زيادة الحساسية بالجلد كخدر أو نمل وما شابه ذلك وقصاوي الجلد هذا اللي منحس فيه بعد شفت الدهون مثلا أو حتى شد البطن الآن بالنسبة للسيدة اللي بتزيد الألم عندها إضافة للحال النفسية بتصير نزقة أو عصبية بتزيد الأديمة بيحتبس السوائل كتير بالجسم وكمان بالمقابل إضافة لإحتباس السوائل قلنا تشكل الخسارات إذن إخلصي من البريود إخلصي من البريود بعدين يجرى العمل الجراحي هاد كان الموضوع الخاص كيف بتصرف أنا إذا كنت بدي أخد لقاح كوفيد 19 أو إذا كان عندي أو مدة جهة السيدة الدورة الشهرية هاد كان الفيديو نعجبكم الفيديو عملوا لاعك شير سبسكرايب فعلوا زر الجرس كان معكم دكتور باسم ترجمة نانسي قنقر